اشتركوا في القناة احنا شايفين دلوقتي يا شاب قدامنا على الشاشة زي ما احنا شايفين العنوان الخرائط التضفق او اللي بنسميها مع بعض الفلوتشارت وبرضو بنحب ننبه على معلومة ان المصطلحات يا سنة تالتة بالانجليش مطلوبة اي نعم في شعبة تانية اللي هي شعبة المدارس التجريبي او اللغات هي طبعا المانوت او المختصة بدراستها بالكامل باللغة الانجليزية ولكن زي ما هنشوف في حلقاتنا بعد كده ان احنا في بعض اسئلة المحافظات بيجيبوا السؤال فيها عن المصطلحات بالانجليزية فاحنا كل اللي بيتفرج معنا في عالم الكمبيوتر دايما نازم يبقى عارف المصطلح بالعربي والمصطلح بالانجليش طب تعال كده بقى نشوف يا ترى لو احنا مع بعض عايزين نعرف يعني ايه خرائط التضفق يمكن زي ما احنا شايفين ان خرائط التضفق لو عايزين نعبر عنها في سورة تعريف علمي سليم بنقول هي تمثيل تخطيتي وخلي بالك من كلمة تخطيتي دي يعني يعني باستخدم فيه الرسم طيب يعتمد على الرسم باشكال قياسية ويمكن بعض مننا ممكن يسمع كلمة او مصطلح اشكال قياسية ويستغرب من معناه يعني ايه اشكال قياسية كلمة اشكال قياسية يعني حاجات ستاندرد يا شاب يعني حاجات معيارية على مستوى العالم او بنسميها دولي بمعنى ان انا على سبيل المثال لو جبت مبارمج او محل النظم في مصر هلاقي نفس الرموز اللي بيستخدمها عند تصميم البرنامج هي زي اللي بيستخدمها المبارمج في امريكا زي اللي بيستخدمها المبارمج في اليابان ايزا كلمة اشكال قياسية يعني اشكال محددة اي من اللي بيعمل في المهنة يقضيفها طب تعالك انرجع بقى مع بعض ونكمل التعريف قالك والاشكال القياسية اللي قدامنا دي قالك بتستخدم لترتيب العمليات اللازمة خلي بالك لحل مسألة او مشكلة ما طيب وتوضح للمبرمج ما يجب عنه طب خليك معايا بقى كده والسؤال اللي اكيد كلنا بنفكر فيه زي ما شايفين ايه زمنتنا بتذاكر هاي يا طرى ايه هي مزايا استخدام خرائط التضفق وخلي بالك ده بييجي كتير في الامتحان طيب تعالك كده نشوف المزايا خلي بالك ان عندي اول ميزة ان بتسهل علي كتابة البرنامج باي لغة برمجة وخلي بالك انا عندي لغة البرمجة على سبيل المثال اللي احنا بتدرسها السنة دي سنة تالتة لغة الفيجوال بيزيك دوت نت او بنسميها مجازا او اختصارا الفيب دوت نت بس انا عندي فيه لغات برمجة تانية حاجة زي السي شارب دوت نت دي برضو من مايكروسوفت عندي لغة تانية زي السي بلاس بلاس دوت نت برضو من مايكروسوفت عندي الجي شارب دوت نت لك من مايكروسوفت لكن على سبيل المثال فيه عندي لغات تانية خالص زي لغة الجاذا الله طب لو انا جبت دلوقتي مبرمج هل المبرمج ده انا لازم اكبره ان هو يستخدم لغة معينة عشان يعمل لبرنامج لا طبعا ولكن انا من خلال الفيوت شارب بقوله المراحل او السيكوانس كلمة سيكوانس يعني الترتيب اللي انا محتاجه في البروجرام بتاعي او البرنامج بتاعي فهو يبتدي من خلاله يفهمه ويطبقه بايه برضو بلغة البرمجة اللي هو بيقدر يشتغل بيه طب ايه تاني تعالى نشوف كمان خلي بالك ان هي مفيدة لشرح البرنامج الاخلي طب تعالى اديلك مثال بسيط كلنا عارفين الاتم مكنة الفلوس اللي بنحط فيها الفيزا انت اكيد بتستخدمه طيب انا لما اجي اصمم البرنامج بتاعها خلي بالك انت تقدر اه ان شاء الله في يوم من ايام تقدر طيب البرنامج بتاعها ده لما بنيجي نحط السيستم ونحمله على المشي مش بيبقى انا في عندي مجموعة من الخطوات صح ان على سبيل مثال اول ما بتحط انت خلي بالا الفيزا بتاعتك بتبتدي المكنة او الاتم تتحقق من الشخصية انها بتسألك على الباسورد او الايه الرقم السر طب انت فتحت فعلا وطلعت صاحب الحساب طيب هيتدي خش معك في حتة الرصيد هل انت عايز على سبيل مثال تعمل استعلام ولا تطبع اشعار يعني وصل ولا هل عايز انت تعمل عملية زي تحويل فلوس او سحب فلوس نقدي يا الله طب وتعالى رجع كده من الاول لو انت مش صاحب الكارت او الفيزا دي خلي بالاك بقى طب ما انت هنا هيقابلك احتمال تاني الله طب كل المراحل اللي بتتم دي هل هي بتتم اعتباطا كده او بتتم بيلات لأ خلي بالاك دي بتتم بناءا على فلوت شارت او برنامج محدد زي ما احنا شفنا تم شرحه للايه للاخرين طب تعالى كده كمان في عندي نقطة ثالثة وهي مرحلة التوصيق او بنسميها توصيق افضل للبرنامج وخصوصا اذا كان معقد في تكوين يعني اديني مساء برنامج زي البرنامج بتاع الاتم طيب هل البرنامج ده سهل هل ينفع قول اه من اصلي فاكر ده البرنامج ده كان بياخد مني الفيزا ثم بيدي لعمل حسابه لا طبعا لانه عند الحالات او الكيزة الشباب اللي جواه متشعبة فبالتالي البرامج المعقدة ما ينفعش ان هي تتحافظ كده لازم تدون وكلمة التدوين او الكتابة اللي هي بنسميها التوصيق ويمكن دي كنا احنا سبق خدناها فين برافو في الخطوة الاخيرة هه مين بيجاوب معيه ممتازين البنات من اساليب ايه حل المشكلات طيب جميل جدا جدا طب تعالى كده لو احنا عايزين خلي بالك بقى نبدأ مع بعض ونشوف الرموز القياسية وخلي بالك من كلمة القياسية اللي هي المحددة مش هفكرة اللي بتستخدم منها خرائط التدفع طب تعالى نشوف خلي بالك بقى قالك لو انت عايز تعبر عن ان البرنامج بتاعك بيبدأ يعني ايه بيبدأ دي يعني انت وانت دخل على start روح تجاي انت دايس ايه هه start ودست على icon الخطوة دي بنسميها terminal او الاطراف ايه الكلمة دي ايه الحاجات الغريبة دي يا مسر لا استنى terminal يعني حاجة تستخدم في بداية الايه المسار او العمليات لكن خلي بالك شايف الرمز اللي عمال او الشكل الهندسي اللي عمال بيننور ويد في قدامك ده بنسميه شكل الاوفل او الشكل البيضوي او الشبه دا ايه ده بيستخدم في حالتين يا شباب اول حالة في حالة ان انت بتعبر عن بداية البرنامج يعني انا شغلته وفي نفس الوقت الله يستخدم في حالة ايه ادلع توقف البرنامج انه خلص المهن طيب ده جميل جدا طب هالفيرم مستنية اه طبعا قالك عندي رمز بنسميه البرليلو جرام لو بتاع اللغات بيتفرج معانا او بنسميه متوازي الاضلاع وخلي بالك ده بنسمي انبوت ويستخدم ايضا في الاوتبوت او بالعربي في الادخال والاخراض ادي نمساة حضرتك عندك برنامج الاحزم نايم البرنامج ده بياخد مني رقمي هفترض انها بسيطة اوه برنامج بيجمع رقمين طيب الحالة اللي انت شغلت البرنامج طب وهو بيدخل الرقمين طب الحالة دي لما اجا وصفها الغيري خلي بالكو يا سنة ثالثة انت مشكلتكو في حاجة ان معظمكو بيذاكر الفلوت شارت او خريطة التدفك ومش فاهم ليه خريطة التدفك يا شاب انا بستخدمها عشان اوصف زي ما قلت من شواء اللي غيري هو البرنامج بتاعي المراحل بتاعته في تشغيله ايه؟ يعني انا بوصف له ان في اللحظة دي لا ده هو عنده حالة ادخال في الحالة دي بستخدم ايه؟ اللي هو متوازن افضل هذا البرنامج بريعاية مصر الخليجي للكومبيوتر واللغات طب لو انا عايز استخدم او اعبر عن حالة ان هو بيديني نتيجة زي انا روحت ببساطة كده جبت المجموع بتاع الرقمين اكس بلاس وقت حطيتهم في مكان اسمه زد طب انت البروزيسور اشتغل بس هالي حطهم في جيبه ولا هيديهم لليوزر في صورة نتيجة اهي هنا بستخدم الرمز متاع ايضا متوازن اضلاع خلي بقى تلدلع عن ايه؟ عن الاوبت او الاخرام ممتاز جدا طب هالفيلموس تانية؟ اه طبعا عملية المعالجة او اللي بنسميها البروزيسور بمعنى تخيل سيادتك عندك الكتشن ماشين يعني ايه كتشن ماشين؟ الخلاط طيب وانا حبيت اعمل عصير فروح تنازل من السوبر ماركت او الفاكهة وجاي بالفواكه بتاعتي عشان اعمل عصير طب سؤال انا عندي الامبوتس بتاعتي اللي هي الفاكهة لازم تمر بمرحلة او اكشن او سلوك معين عشان تتحول ايه؟ لفريش فروتس او عصير ايه؟ طازة يبقى المرحلة دي ان انا هحطها في الكتشن ماشين او الخلاط ودوار دي بنسميها البروزيسور بس خلي بالك هنا مش في الكمبيوتر فيه خلاط لا هنا اللي بيقوم بالعملية البروزيسور او السي بيو معنى ان خطوة الجامعة نفسها دي بنسميها معالج وبيستخدم زي ما احنا شايفين رمز الريكتانجل او رمز المستطيل ها تاني برافو دي الدلالة على عملية المعالج طيب الرمز التالت رمز جميل جدا وبنسميه اللي هو البرانشنج او التفرع او القرار او الاختيار وساعات اللي بتوع اللغات بيسموه البرانشنج اللي هو التفرع او الدايمونت او الرمز طب ده بنستخدمه فين لما نكون عندنا احتمالين على سبيل المثال انا هدي لك مثال ان انت دلوقتي بتقانن ما بين عمر اتنين وليكن مثلا عندي رندا وعندي سالم طيب فانت بتدخل عمر رندا وبتدخل عمر سالم ففيه بروسيس بتتم طيب وصلت طب لو الابر سي رندا يبقى هتبع لسالة مين برافو ان هي رندا الاكبر في العمر طب لو العكس يبقى هتتبع سالم طب في الحالة دي عشان اوصف الخطوة دي بستخدم رمز المعين اللي هو عشان ايه زي ما قولنا نرمز لعملية اتفر جميل جدا انساش حاجة مهم ان في عندي للربط ما بين الخطوات دي حاجة منسميها الفلو لاينز او خطوط الاتجاه وزي ما انت شايف انا عندي الاسهم وهم في الاربع اتجاهات عندي ممكن من اليسار الى اليمين او من الاسفل الى اعلى او من اعلى الى اسفل او من يمين الى اليسار دي بنسميها كل ايه خطوط الاتجاه او الفلو لاينز طب تعالوا كده بقى لو احنا عايزين ناخد اول نوع المسائل بتاعته اللي هو بنسميها يا شباب خرائط التدفق البسيطة طيب تعالوا كده نبدأ زي ما احنا شايفين بسؤال كده ونشوف السؤال ده بيقول في ايه زي ما احنا شايفين الطالب الشاطر هو بيحاول ايه ما يضيعش وقت الحلقة معنا بيقول لي فيه ارسم خريطة التدفق لحساب متوسط وحاصل ضرب ثلاثة اعداد طب تعالوا بقى معايا كده لا الحاجات دي لازم علمك تذكرها ازاي تعالوا كده واحدة واحدة بالورقة اولاد هو قال لي ايه قال انا عاوز خريطة التدفق لحساب هنكتبها كده مع بعض متوسط وحاصل ايه ضرب بس خلي بالك ثلاثة اعداد طيب جميع سنة ثالث لو سمحت ركز معي عشان تعرف تحل مسائل خرائط التدفق في الامتحان لازم تذكر بالطريقة دي ليه بقى لان بالطريقة دي انت هتفهم كل جزئية ولذلك لما ييجي حد بعد شوية يقول لي الله بس يا مصطر في الامتحان بيجي لنا على سبيل المثال بيجي يقول لك لا اكمل في نفس الورقة اه بس لو حضرتك مش فاهم الاساس مش هتعرف تحل طب يبقى كلنا دلوقتي ايه نسلفات كله احنا بدا يبدأ عام دراس جديد بنفهم من الاول يعني ايه خرائط التدفق طيب انا دلوقتي جاي لي مثال في خرائط التدفق طالب ايه مني زي ما احنا شايفي المتوسط وطالب مني حاصل الضرب طب سؤال يعني ايه كلمة متوسط واحد يقول لينا عارف هقول له معلش في زميلك ممكن يكون ناسية كلمة المتوسط يا شباب خلي بالك يعني يعني لو انا افترطت ان انا عندي تلات ارقام خلي بالك عندي تلات ارقام وليكن اكس وواي وز خلي بالك دول انا افترطتهم طيب المتوسط ليهم بيساوي مجموعهم على عدده يعني القيمة المتوسطة مش فاهم حاجة يا نسف ادي لي مثال يعني تعالى انا افترط كده ان الدولة على سبيل المسال بتعمل حصل او استقصاء لسعر سلعة في ثلاث مناطق معينة عايز اتعرف سعر السلعة دي طيب يبقى انا هاخد سعر السلعة في المنطقة الاولى ثم المنطقة التانية ثم التالتة وجمعهم واسموا على عدد المناطق قديني اديتك مثال يعني ايه متوسط في الحالة طيب هو بقى عايز يعمل الكلام ده بالكمبيوتر يعني يعني انا اللي اعمل البرنامج طيب خلاص عرفنا المتوسط يبقى مجموعهم على عدده طيب وحصل الضرب اه حصل الضرب يعني بيساوي الاكس تايمز خلي بالك اللي هي علامة الاستريسك او النجمة مضروبة في الواي مضروبة في الز وخلي بالسيادتك ان انا هنا ادمدتكش لايه المسميات بتاعت الارقام فانت من حقك تفترض كمان اعايز اقولك على ملحوظة ان في خراية التدفع فيه نوعين من الاسئلة نوع بيعتمد على ما صبق دراسته زي لما اجي اقول لحضرتك المتوسط ما انا مش هاجي اقولك في الامتحان يعني ايه المتوسط بيجي ازاي ما تدرستها قبل كده يا فهم دي مشكلتك انت لكن احنا بنحاول نديلك ايه معظم الافكار اللي تقدر ايه تصحصحها طيب فيه نوع تاني من الاسئلة بيكون بقواعد علمية او معادلات رياضية دي هو بيديلك معظم طيب والراحة كده واحدة واحدة خلاص احنا عرفنا يعني ايه المتوسط تعالك كده نبدأ مع بعض بقى ونشوف خطوات الحل ازاي لما يجي لسيادتك مسألة خرائط تدفق وانت مغمض انا هافترض ان انت عندك كراسة الاجابة كده صفحتين ادي الصفحة الاولى ودي الصفحة التانية طيب في الصفحة الاولى حضرتك هتكتب تعريف المشكلة مين تعريف المشكلة اه وما تستعجلش تعريف المشكلة بيحتوي على ثلاث خطوات فرعية دلاللي عايز يذاكر وينظم اجابته اول خطوة بنسميها تحديد المخرجات او اللي هي بنسميها الاوبط طيب الخطوة التانية اللي هي بنسميها تحديد المدخلات طيب الخطوة التالتة اللي بنسميها طريقة الحل وخلي بالت من المصطلحات دي اول ايه المعالجة طيب وعلى اليمين على اليمين بجأسم كده ورقتي انا بفترض ان انت بالوقت في كراسة الاجابة وبجأ اكتب خريطة التدفق اللي المفروض ارسمها وعندي مين تاني طريقة ايه الحل طيب تعالوا بقى نشوف يا ترى هنكتب ايه في كل نقطة من دور ولكن بعد الفاصل انتظروا اعزنا الطلبة والطالبات وارجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع خريطة التدفق تعالوا كنا نستكمل مع بعض المثال اللي احنا كنا وصلنا عنده وهي خطوة زي ما احنا شايفين تعريف المشكلة من خلال تحديد المخرجات وزي ما قلنا تحديد المدخلات ثم طريقة حل الايه المشكلة او اللي بنسميها المعالجة طيب سؤال بقى انا عندي في البرنامج بتاعي هو طالب ايه هفكرك ان هو كان طالب مني ايجاد المتواصل صح طيب ما تيجي نفترض معنا كده ايه افتراب ايه هي هو كلمة متوسط بالانجلش يعني برافو يعني كلمة افرش طيب ما تيجي كده نكتبها ان انا عندي طالب مني الافرش صح لاني لازم اكتب المصطلح بالانجلش وايه تاني وعندي حاصل الضرب اللي هو البرودك بس ركز بقى معايا عشان اسهل عليك الحل فانا هعمل حاجة هعمل ايه اروح جاي رامز للافرش باول حرف اللي هو ايه صح والبرودكت يبقى بيه يبقى خلي بالك انا كده كاني بحط دستور لنفسي في المسألة ازاي بقوله ان انا عندي الافرش انا رمزتله بالرامز ايه والبرودكت اللي هو حاصل الضرب بيه طيب جميل او طب السؤال طب هو انت يا مستر عشان توصل للافرش ده وتوصل للافرش ده جبتهم منين ايه المعطيات هو الراجل كان في المسألة لو هفكرت نقلي من خلال تلات اعداد طيب التلات اعداد دول انا افترضتهم اكس واي وزد ومن فضلك يا سنة تالتة صحصح عشان من هنا بيبتدي الغلق ليه انا قلتله ان انا عندي تلات ارقام وروح تجيت قلتله اكس واي وزد انت كده شاطر اللي بيحصل ايه سنة تالتة حضرتك بتندمك في الامتحام في الحال تقوم تنسى ان انت كدت مسميتهم اكس واي وزد تروح تحطهم لن وان تحت ون تو ون سيدي يجي المصاحح يفتح فين يبني ان وان مش موجود الله طب ما انت فاهم اه بس انت استخدمت رموز ايه مختلفة يبقى انصح صح للحتة دي هذا البرنامج بريعاية مصر الخليجي للكومبي يوطر واللغاية طب جميل طب انا حطيت الامبوت سيبتوعي الاكس والواي والزد بس ازاي هاوصل بقى ازاي ها حل المشكلة فين الخوارزمية على فكرة دي ساعد بنسميها الخوارزمية اه تعالى نقول له اصلا انا عندي الايه الله هو مش انت رمصتله خلاص يا فندم ده بقى قانون ويمشي علي جاي طيب الايه بيساوي ايه برافو سامح حد قال لي ما انت يا مستر قلتلنا وعلمتنا ان الاكس بيساوي مجموعهم على عددهم يعني الاكس زائد الواي على الزد بينكوسين اوفر سري مقسومة على كام على ثلاثة طيب وعندي البي البي اللي هو البرودك طب البرودك بيساوي ايه برافو ما هي الاكس مضروبة خلي بالك اللي هي علامة النجمة في الواي مضروبة فين برافو في الزد طب جميل انت كده يعتبر حلت المسألة طب تعالى بقى نتنقل للشق التاني وهو مين هو خرط التضاف طب تعالى نبدأها واحدة واحدة هو انا لما جيت قلتلك عايز ابدأ البرنامج هو لسه اليوزر ما شغلوش هبتستخدم رمز ايه برافو انا عايزك انت بقى تبقى معاك مصطرة اشكال فين والقلم الرصاص لان طبعا عندي القلم سنة خين فمش هيكفي ولكن انت بقى تبقى منظم معاه فعلا سامع حد قال لي اه يا مستر ده انا كان عندي الرمز اللي بيستخدمه التيرمينال صح كنا بنسمي ايه التيرمينال هرمز له بتي واقول له start يعني ايه يعني انا بديل طب جميل قوي طيب الخطوة التانية بعد ما بدل البرنامج هو منتظر مني منتظر مني يا فندم اني دخله الارقام اللي هي مين ال x وال y وال z يبقى في الحالة دي انا هعمل خط الاتجاه خلي بالك من ده عشان الناس بتنساه اللي بيدل على اتجاه الخطوة التانية ان هي راحة عشان تجيب input هقول له بقى خلي بالك ال input ده بعبر عنه بمجموعة كلمات وليكن كلمة read بس read مين x و y و z بس خلي بالك يا حلو بقى في الامتحان بيجي الترك ايه هي ان انا ما بستخدمش كلمة read بس لا انا ممكن تعالى كده نكتبها مع بعض بقى هنا في صفحة تانية مسودة كده ممكن ايجي اكتب كلمة read ثم اكتب كلمة input خلي بالك او كلمة get او كلمة enter يبقى تاني لو سمح الله يعني يا مستر في float chart لما اجي عبر عن الادخال اجي اقول له كلمة من الاربعة اه بس خلي بالك ملاقيش بقى واحد في الامتحان يروح جاية عامل ايه يروح جاية يقول له حرقصهم لن اربعة بزيادة الدرابات لا كده غلا كده انت مش فاهم التحاول طيب انا كده قلت له اريد ايه التلات ما جاهيل اللي هما ال x وال y وال z طب انت دلوقتي دخلت التلات ارقام في البرنامية طب منتظر مني ايه بروغ منتظر مني ان نروح حاجتين خلي بالك بقى من النقطة دي اول حاجة عشان اعبر عن رمز معالجة او عملية حسابية بالتم اه قدت بستخدم فعلا رمز المستطيل طب رمز المستطيل او الريتانجل هنا خلي بالك هيحتوي حاجتين الاي شفت بقى الرموز نفعت ازاي سهلت علي اللي هي بتساوي ايه ها برافو ال x بلاس ال y بلاس الزد مقسومة على الكام يا فاندم على التلات وكمان خلي بالك انا عندي في معادلة تانية اللي هي ال b حاصل الضرب اللي كان بيساوي ايه ال x مضروبة في ال y مضروبة في الزد الله يبقى خلي بالك بقى من حاجتة دي طيب هل انا كان ينفع ان انا قسم الخطوة دي على مرحلتين مستطيلين اخليها تنمرس ينفع ولكن يفضل ان الرموز المتشابه او العمليات المتشابه تكون كلها مع بعض في ايه في حاجة وا طيب تعالوا بقى كده انا دلوقتي عملت ايه برافو قسمت الخطوات لمجموعة خطوة المعلقة طيب انا دلوقتي عملت الحزب البروسيسور راح فعلا جاب للناس بتاع ال ايه وبتاع ال b طيب ايه اللي جاي المفروض انه هيديني القيمة طيب عشان يديني القيمة يبقى هعمل ساهم الاتجاه وقوله ده انا محتاجة خرجها طيب برافو عشان اخرج اعمل ايه هجا اقوله خلي بالك مجموعة كده من الكلمات وليكن برينت قيمة ال a كوما ال b وعايز اقولك هنا في النقطة دي حاجة ان زي ما انت قلت للادخال في مجموعة كلمات انا عندي برضو الاخراج او الاوبوت ليه مجموعة كلمات زي كلمة برينت او عندي كلمة اوتبوت شوف بقى كل دي كلمات او كلمة شو الله يعني انت لو جالك اكتر من كلمة ينفع اه عشان ساعة الامتحان بيجي قولك صحة هالاخطاء بعض من زمائلنا اللي ميكونوش مذكرين كويس ييجي اقولك كلمة شو دي مخدناهاش قبل كده لا كلمة شو تم طب تعالك كده انا دلوقتي انا ورجعت تاني خلاص انا جبت قيمة الايه ال b وطبع طاعة الشاشة طب انت عايز مني حاجة لا هوصل هنا لحالة ال end اوه دول بنسميهم ايه التارمينال اللي هما الاطراف ادي واحد ودي واحد اللي فوق كان ال start اللي تحت كان ال end طب هل انت كده سؤال انت خدت المسألة وتسعة من عشرة لا او عشرة من عشرة لا انت كده نقص درج ليه لان المفروض بقى ارقم الخطوة يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وما تنساش الخنف طيب امال ايه طريقة الحال اه هنا بقى بابتدى لخص الخطوات اللي انا عملتها عشان بيين المصحة او بيين المصحة ان انا فهم مش غاش طيب اول حاجة واحد عندي ايه بداية البرنامج هنا بقى بابتدى افصر الرموز طب الخطوة التانية اه ان انا هنا ادخال القيم او الاعداد التلاتة طب الخنة التالتة هنا بنسميها خطوة المعالجة اللي هي بيتم فيها احتساب قيمة الايه الافرج او المتوسط من خلال بقى ايه المعادلة بتاعت ثم حاصل الضرب اللي بتسوي ايه برافو حاصل ضرب التلات ارقام وبعدين طبعا انت بتكتبهم اين اربع هنا هنقول طباعة الناتج وطبعا المقصود بالطباعة هنا اللي هو اظهره على الشاشة وليس طباعته ورقيا ثم خمسة اللي هو ايه انهاء البرنامج او الطباق يمكن بكده يا شباب نكون وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة هفكركم مع بعض احنا خدنا مثال عن اول نوع من خرائط التدفق اللي كنا بنسميها خرائط التدفق البسيطة وعرفنا مع بعض كمان في الحلقة ايه هي الرموز وما تنسوش ان احنا عرفنا خرائط التدفق وقلنا ها مين بيجاوب معي ممتازة اللي جاوبت هي فعلا رسم تخطيتي بيستخدم فيه اشكال قياسية او بنقصين اشكال محددة لتوضيح الخطوات التي يتكون منها البرنامج ويمكن يا شباب عايزين نشوف كده مع بعض سؤال الحلقة النهاردة يمكن زي ما احنا شايفين كده لو بصينا سؤال الحلقة بيقول لي فيه ارسم زي ما احنا شايفين هي بتحمل بس معايا بيقول لي فيه ارسم خريطة التدفق لبرنامج حل من معادلة الدرجة الاولى خلي بالك بيقول لي ان المعادلة دي y بتساوي 3x plus 2 يمكن يا شباب ان شاء الله بقى دي المفاجأة اللي احنا بنقدمها لكم حصريا من برنامج عالم الكمبيوتر ان اللي هيجاوب السؤال ده طبعا من خلق اجوبتكم اللي تبعتها لنا على صفحة الفيسبوك هيفوز بمنحة مقدمة من قصرة عالم الكمبيوتر في تعلم البرمجة باستخدام الvisual busy.net وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة دومتم في رعاية الله وحيفزوا اشتركوا في القناة